في ختم اجتماع مجلس الأمن القومي توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد بكلمة إلى الشعب التونسي أكد خلالها اتخاذ جملة من الإجراءات وصفها بالعادية في مثل هذه الظروف تأمينا للمواطنين مع تفشي فيروس كورونا المستجد من بينها إقرار الحجر الصحي لكن الحجر الصحي حذر الجولان حجر يقتضي أن يلازم أكثر السكان بيوتهم فلا يغادرون بيوتهم إلا في حالات الضرورة القصوى هو منع التنقل من مدينة إلى أخرى إلا في الحالات الضرورية وأكد سعيد أن الدولة ستؤمن المرافق الحياتية الضرورية من أمن وصحة وغذاء والتي ستواصل تقديم خدمتها ستبقى المحلات التجارية الصغر مفتوحة تجنبا للتجمعات الكبرى وسيتم تزويدها بصفة طبيعية من قبل الجهات المعنية بكل ما يحتاجه المواطن من مواد غذائية وغيرها كما استوجبت الأوضاع الراهنة غلقا مناطق الصناعية الكبرى ذات الكثافة العملية الهامة ليس كل المناطق ولكن حيث يتواجد عدد مكثف من العاملين ومن الموظفين وفيما يتعلق بالحجز الصحي أعلن رئيس الجمهورية تخصيص فضاءات لذلك علما وأن عددا من المواطنين من أصحاب النزل أو من أصحاب الفضاءات الكبرى تطوعوا بأنفسهم لتوفير هذه الفضاءات وتأميناً لاستمرارية المرافق العمومية في القطاعات الحيوية أكد سعيد أنه تم اللوجوء إلى قرار تسخير داعياً أن يابة العومية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتتبع المحتكرين والعابثين بقوط تونسيين وستدخل النيابة العمومية وستدخل قوات الأمن لوضع حد لكل هذه المظاهر وتحميل كل من يتسبب فيها المسئولية كاملة وأكد رئيس الجمهورية أن الوضع في تونس تحت السيطرة ولا مجال للخوف والفزع داعياً المنظمات الدولية وخاصة في إطار منظمة الأمم المتحدة إلى التدخل بشكل منسق في مواجهة خطر كورونا الذي يهدد العالم بأسفل